نرحب بضيفنا في الستوديو الفنان والممثل المصري هاني رمزي أهلا بك هاني نود أن نستغلك بقية معك دقيقتين يعني لربما نود أن نستغلها في حديث سريع نتحدث قليلا عن المشهد المصري وسبب زيارتكم الآن في وفد شعبي إلى الإمارات قبل أن تتوجه خارج الستوديو نحن طبعا موجودين هنا بشكل يمكن واخد فورم رسمي لكن الحقيقة بالنسبة لنا نحن واخد شكل شخصي أكتر فرحتنا بالإمارات وشعب الإمارات ووقفتهم مع مصر وقفة عظيمة جدا في محنتنا والحقيقة دعم الإمارات لصورة 36 كان دعم عظيم جدا وبعد 36 دعم الاقتصادي اللي قدمته دولة الإمارات وشعب الإمارات يعني جينا نقول ألف ألف شكر وجينا نقول ربنا يقدرنا عشان نعرف نرد جمالكم والحقيقة ده ما يقف مش هيتنسي وبعدين حقيقة كتاريخ للإمارات من أيام الشيخ زيد الله يرحمه بيدعم مصر طول حياته فهذا استمرار يعني ما هوش جديد يعني علينا طيب بشكل سريع المشهد المصري مختلط على الجميع ومعقد وفي أقل من دقيقة عشان وقتك يعني يعني لا أعلم هل أين تقف الآن أنت من المشهد المصري ولا ربما أنت أيضا من الشخصيات الجدلية التي تعرض الكثير من الأراء أستاذ هاني والله أنا شايف أن احنا في حالة من التطور والتطور السريح كمانا كنت متخاني أن المسائل هتاخد إجراءات كتيرة جدا أو هتاخد مننا وقت كتير لكن خلاص يعني احنا على وشك أن مثلا ماكسما هيبقى سنة سنتين ونعلن أن مصر خالية من الإرهاب إن شاء الله يعني ده الخبراء بيؤكدوا ده بالنسبة لأحداث الحالية أنا أعتقد أن ده يعني شكل طبيعي جدا وشكل عادل جدا أن يتم محاكمة الرئيس المعزئول على كل اللي حصل وعلى كل القوانين والقرارات اللي اتخذت مع قضايا التخابر مع قضايا كتير جدا منها أنا شخصيا نفسي أنه حاكم على تقسيم مصر تقسيم شعب مصر ما بين مؤهد ومعارض فرق الشعب جدا فرقوا يعني أنا أود أن أشكرك شكرا جزيلا لك ولربما وقتك يعني أضيق لا يسمح لنا بحديث أنا آسف أنا أكثر نحن من نعتذرنا أود أن أخذ مساحة أكبر معك بكل تأكيد شكرا جزيلا لك الفنان المصري والمثل والمقدم أيضا هاني رمزي شكرا جزيلا لك بكل سك شكرا جزيلا لك